يعتبر هيكل واحد من أكبر فلاسفة التاريخ وهذا الفلسوف الكبير طالما ثيرت تساؤلات حول إيمانه بالله ووجهة نظره حول الله هذا الفلسوف كان يعتبر أن الدن القديمة عملت فيها الأشياء الطبيعية مثل الضوء والنباتات والحيوانات بصورة إلهية وأعتبر الناس في ذلك الزمان على أنها تستحق العبادة ولكن يرى هيكل بأن البشرية مع تطورها بدأت تفكر بتحويل هذه الأشياء إلى مشغولات يدوية يعني انتقلت من الأشياء الطبيعية إلى الأشياء المصنوعة أو الأداتية وأصبحت هذه الأدوات أو المصنوعات آلهة وتجسدت عن طريق تماثيل الآلهة كانت النقلة النوعية أنما حولوا البشر نظرتهم إلى الطبيعة على المجتمع البشري فيرى هيكل بأن الآلهة أصبحت هي التي تمثل الدولة بدلا من أن تكون الآلهة تمثلها الشمس أو يمثلها القمر أو ما ذلك من الكواكب والقوى الطبيعية وراح يتخيل الآلهة الإنسان في تلك الفترة على أنهم بشر مثل البشر الطبيعيين لكن بقدرات ومواصفات كاملة ومطلقة أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من الله بعيون الفلاسفة السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته مسألة الله عند هيكل تثير إشكالات كثيرة وهي متداخلة جدا لأن صورة الله لدى هيكل تأخذ أشكال مختلفة عند هيكل الله هو ليس متعاليا منفصلا عن مخلوقاته أي الطبيعة والإنسان وهنا هيكل لا يأتر بأسبقية الله ولا حتى أنه متعالي على المادة وخارج على المادة والسبب أنه بالنسبة لهيكل لا وجود لعالم آخر في موراء هذا الوجود بل ليس هناك ما يسمى شيء في ذاته بحلاحة تعبير إيمانويل كانت يعني ممكن أن نقول أن الله المطلق بنوجهة نظر هيكل هي هو أصل وهو مصدر الموجودات وهو بالنسبة إلى مناظر فكرة الجوهر الفلسفية القديمة أو مناظر فكرة الجوهر الفلسفة المشائين خاصة عند اليونان لكن ليس الجوهر بالمعنى الذي عنده سبينوزا بنظر هيكل أن هذا الإله الذي يسمى إله سبينوزا هذا لا خاوي ولا قيمة له وأصلا بلا روح ولا حياة لأنه يراه منفصل عن الموجودات ويعتبر هيكل أن وصف المطلق بالذات وليس الجوهر هو الأمر المهم لماذا؟ لأنه يرى بأن ذات روح ومتحركة وحية وقابلة تطور وتعرفون أن هيكل صاحب نظرية الجدلية وبالتالي فهو الدماء يرفع كلمة الجوهر أو مفهوم الجوهر ويضع مكانها الذات يعتبر بالتالي أن هذه الذات هي الروح الحية التي تستمر بالحركة والصيرورة إلى أن تتحقق وتصبح مطلقة لكن عندما نتساءل كيف نتعرف على هذا الإله يقول هذا الإله نتعرف عليه عنه من خلال تجلياته في الطبيعة والإنسان وهذه التجليات مرتبطة به ولا يمكن أن يفصلها عن هذا الإله وفي الوقت نفسه هذا الإله هو أيضا محتاج إليها لأنه لا يكتفي بذاته بل أنه مفتقر إلى غيره يعني الإله هذا لا يمكن أن يكتفي بنفسه وهذا يعتبرها من علامات النقص ويقول أن هيكل أن الله من دون العالم ليس الله هذا طبعا الكلام اعترض عليب فيورباخ هو واحد من تلاميذ يسمونه هيكليين الشباب تعترض على هذا القول وقال يعني بالشيء يذكر عندما نجي الحلقة فيورباخ أتحدث عنها لكن الآن أذكر فكرة فيورباخ يقول أن ما يقوله هيكل أن الإله يأتي على معرفة ذاته هذا أو يصبح إلها بإظهار ذاته في البشر الذين يتفكرون بهذا الإله هو أمر خاطئ المسألة بالعكس تماما أي أن فكرة هيكل اعترض فيورباخ بأن البشر هم طريقة الإله في وعي ذاته هذه فكرة خاطئة بل أن الحقيقة هي أن الإله لا يظهر ذاته في البشر بل نحن البشر الذين نظهر ذاتنا في فكرة الإله أي أن الإله نستطيع أن نعبر عن ذاتنا عن طريق هذا الإله وليس العكس أي أن من يحتاجه نحن نحتاج الإله وليس الإله الذي يحتاجنا ويستنتج فيورباخ من هذا بأن الذات الحقيقية هي عندما الإنسان يعرف نفسه عن طريق فكرة الإله وبالتالي يستطيع أن يعتبر نفسه بشرا أو إنسانا متى؟ عندما يرى فكرة الله وهي متجسدة وهي في الحقيقة ليست إلا أن أكاس لطبيعتنا الخاصة وهذه سأفصلها في حلقة الخاصة بفويرباخ أعود إلى هيكل ماذا يقول هيكل؟ يقول هيكل بأن لكل عصر هناك روح وهذه العصر وهذه الروح هي روح ذلك الزمن ويرى بين الشرق الأقصى القديم يعني الإغريق والرومان وحتى أوروبا الحديثة كل هذه المناطق كانت كل منطقة كانت لها روحها الخاصة وأيضا طبعا بالتأكيد لها موقف كل مجموعة من هذه المجموعات كان لها موقف أو نظرة للعالم ممكن أن نكتشفها من خلال عمالهم الفنية من خلال منتجهم أو موروثهم الديني من خلال أفكارهم وفلسفاتهم وحتى الأشياء التي أنتجوها في زمنهم هذه الأرواح المتطورة تطورت واستمرت على مدى التاريخ بطريقة يصفها هيكل طريقة منظمة وعقلانية جدا ودائما يقول أن هذا التقدم وصل إلى أقصى دروته في العصر الحديث أو في الزمن الذي عاش فيه هيكل يقول بأن هذه العملية تتطور وتتشكل مع استمار الزمن وهذه الروح المطلقة تزداد كمالا مع الزمن وفي مقدمة الحلقة عندما اتحدثت قال بأن الدين كان في أقدم أشكاله وموجه نحو الطبيعة بعد ذلك تحولت هذه الطبيعة من خلال الفن إلى تماثيل وتجسدت في الأشياء بدأت من تجسد في الطبيعة وبعد أن تجسدت في الأشياء بدأت تتجسد من خلال المجتمع البشري نفسه أي أنها انتقلت من الطبيعة الخارجية الطبيعة يمسط ضوء النباتات كما قلت الحيوانات هذه تجسدت وأصبحت تستحق الإبادة بعد ذلك تطور مع التطور البشرية وبدأوا عندما بدأ الإنسان يصنع ويعمل أشياء ويشتغل فيها أشياء أصبحت الأدوات هي الآلهة أو تمثل تماثيل الآلهة بعد ذلك تطورت الروح هذه الروح وبدأت تتجلى عن طريق المجتمع البشري والمؤسسة الأساسية في كل مجتمع البشري وهي الدولة وهذه الدولة بدأ الإلهي تجسد فيها بشكل مباشر وهذا فاجأني رأيي بهيقل لأنني كنت دائما أشير بأن المفهوم الإله هو مفهوم الدولة مفهوم الحكوم مفهوم السلطة العامة بهذا المعنى وأنا اكتشفت أنه هيقل عند هذا التصور من زمن بعيد لكنه يربطه بفكرتي الأساسية أو بفلسفتي أو روح فلسفتي أو نسق الفلسفة الذي الخاص به ويعتبره جزءاً أو مظهراً من مظاهر الروح المطلقة والتي تتجلى في أشكال متعددة عندما نطلع على فلسفة هيقل بالكامل وهي تتجلى في الدين تتجلى يعني نسق الهيقلي الضخم للأملاق يتجلى في أشكال متعددة الآن هنا فقط تجلي الفلسفة الهيقلي أو الانساقل الهيقلي أو المثلثات الهيقلية فيما يتعلق بالدين والإله تحديداً هذا يحلنا لمسألة أساسية ما هي مواصفات هذا الإله الله بالنسبة لهيقل يتكون من مركب ثلاثي وليس كائن بسيط ولا كائن معقد لكن هو مركب من ثلاثة عناصر أولاً الله أو بمعنى آخر الروح أو المطلق أو الفكر وثانياً عالم الطبيعة أو العالم المادي وثالثاً الإنسان وهو من العالم المادي لكن الفرق بينه وبين العالم المادي الثاني وهو أنه روح مفكرة لأنه يمثل العلاقة بين الله والمادة فعندنا الآن ثلاثة الضعب المثلث الضلع الأول هو الله أو الروح أو المطلق والظلع الثاني هو الطبيعة أو العالم المادي بأكبرها والظلع الثالث المركب منهما هو العالم المادي الذي يمثله الإنسان أو يبثله الروح هنا أمامنا هنا روح الكلية وهنا نجد الروح أو الله وهنا نجد العالم الطبيعة والظلع الثالث هو الروح المفكر أو الإنسان وهذا يحيلنا إلى تقسيم أو طبيعة المنهج الذي الجدل لهيكل الذي يقسم دائماً إلى الشيء ونقيضة والعلاقة بينهما وهذا الأمر الذي يسبب إشكال دائماً أجل كثيرين لأنه ما زالوا يفكرون بالطريقة القديمة خاصة من شعوبنا المازالت متدينة ومجتمعاتنا مازالت متدينة لأنه هو يعتبر المطلق منقسم في ذاته جوهرياً وهذا بالتالي يلغي مبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقص في المنطق القديم أو معنى منطق أرسطن فيشتر مفهوم الهوية ويعتبر أنه هاي الهوية ممكن أن تختلف في ذاته وهذا بالتالي يؤدي إلى أنه الطبيعة والإنسان يتداخلان مع بعضهما وهما الذين سيكونان الذات الإلهية والله هو نفسه مكون من ثلاث مكونات وهو مركب منها وبالتالي هو يعتمد عليها يعني ليس منفصلة عنه جزء ما هي هو مؤتمد عليها وهي مؤتمدة عليه أو بمعنى آخر بالنسبة لي يقول الروح هي حالة مفككة أو حالة تمزق أساسية وهذه الروح تتمزق لماذا؟ حتى تحاول أن تخرج نقيضها أو الآخر المختلف عنها تعبر عنه بشكل ثنائي لكن هذه الآخرية أو الشكل الآخر هذا يبقى محتفظ بذاته أي أنه يتحول إلى علاقة تشكل الوسيط بينه بين هذا ذات وبين نقيضها فالله بمعنى آخر الله هو حالة من حالات الوجود المباشر هذا الوجود المباشر هو بنفسه بحال ذاته ذو طابع تركيبي وداخل هذا التركيب الوجود المباشر داخله موجود نقيضة وهو العدم هذا العدم هو الذي يخرج نقيضة من جوفه من داخل هذا العدم نفسه أو من داخل هذا الوجود حتى يكون وجود متعين متجلي حتى يتحقق هذه العملية لا بد من علاقة وتوسط وهذه الألاقة والتوسط يسميها السيرورة ونوصل إلى نتيجة بأنه يرفض الثنائية ويجعل الصراع دائما موجود في صميم الروح ذاته أي أنها عملية تمزق ضمني لشيء واحد وهو يتجلى في بعض وأنا واحد يسأل ما غاية هذه حركة المطلق التي يتحدث عنها هيكل هو يقول بأنها غاية وجودية غاية تانية غاية وجودية وغاية معرفية فالمطلق هذا أو الإله قدما يحاول أن يستخرج نقيضة من ذاته يعني الله نقيضة الطبيعة حتى يستخرج هذه الطبيعة من ذاته هذا الإله يلابد أن يمر بالإنسان الذي يمثل هذه الروح الطبيعة والروح لله فهو بهذه الطريقة يعقل نفسه وأيضا يعقل الطبيعة والإنسان والطبيعة نفسها لا تعقل لماذا؟ لأنها ليست وعيا وليست فكرا الإنسان هو الذي يعقل لأنه هو فكر مكون من فكر لكنه فكر ومادة وبهذا يعني العملية ستشبه بصراء بين ثلاثة أضلاء وهذه العملية تحدث بواسطة الإنسان أي إنسان بالنهاية هو الوسيط هو الروح التي بين المادة الروح الكلية والمادة التي يمثلها الطبيعة والوسيط هو الإنسان باعتباره روح ومادة في الآن نفسه وأنا نحاول أن نفهم لماذا يؤمن الإنسان بالإله يقول لابد أن يؤمن الإنسان بالإله لأن الإنسان هو جزء من هذا الإله ولولا أن الإنسان لديه شحنة إلهية في داخله لما عرف الله ولما وجد الله في ذهنه ولما آمن به وحاول أن يعود إليه أو يتجلى عبره وهذا يتنافى طبعا كما قلت مع مفهوم الشيء في ذاته الذي لا يمكن بل يستحيل معرفته حسب المفهوم إيمانويل كان والسبب كما قلت لأن الإنسان يستطيع معرفة الله لأننا جزء منه ولو كان الله بسيطا ومنعزلا فقط لما أمكن لنا أن نتعرف عليه أو لما أمكن لنا معرفته وهذا المطلق الإلهي موجود ومتحرك وليس ثابت وجامد ويعني منفصل أو يعني كامل مكمل إنما هو يسعى للاكتمال دائما وهو دائما موجود في أقولنا ويتجسد أكثر ما يكون في أقول الفلاسفة خاصة وآخر الأقول هو عقل هيكل نفسه الفلسفي واللي يعتبر هو أتمال تحقق المطلق معرفيا طبعا هذا عندما نفكر بنتأمل بهاي الصورة اللي خلقها أو اللي يتطورها هيكل نجد بها المفهوم الثالوث المسيحي الأب والابن والروح القدس فنلاحظ أنه تجليات لهذه الفكرة نفسه موجودة في ذهن هيكل وخاصة أنه هو كان يعني يعدنس الرجل في مطلع شبابه إلى أن يكون قسيس وبعد الفاصل راح اختصر وجهة نظر هيكل في الله في نقاط اللي كي تكون الصورة أوضح مما تحدثت به حتى الآن وجهة نظر هيكل باختصار أولا أن الله هو الروح المطلق الابسليوت سبيرت ويعتبر هذه الروح المطلقة هي أساس الوجود وغايته ويقول هيكل أن الروح والفكر هما أساس الوجود كله وأن الطبيعة والحضارة والمجتمع والدولة والفن والدين والفلسفة ما هي إلا ظواهر وظاهريات وتجليات للروح المطلق وعبر عن هذا في أهم كتبه وهو ظاهريات الروح أو فينوميولوجيا الفكر أو الروح ثانيا أن هذا الإله أو هذه الروح المطلقة تحتوي في داخلها كل شيء في الفكر والوجود وأن هذا هذه الروح المطلقة لا علاقة لها بكل ما جاء في الأديان الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام من كون الله روحا وهذا المعنى الروحي للأديان تختلف عن المعنى الروحي الذي يخصده هيكل ثالثا يرى هيكل بأن الفلسفة والدين لهما موضوع واحد وهو الله الفرق بين الفلسفة والدين في هذا الأمر هو فرق في شكل الفكر وليس في مضمونه الفلسفة ماذا تفعل؟ الفلسفة تقدم الله بوصفه تجسيد للفكرة المطلقة معبرا عنها بشكل فكري معه بينما الدين يتحدث عن الفكرة المطلقة باستخدام التمثيل بوصف هذه الفكرة المطلقة الله الخالق الأزلي المتعالي ثالثا أن القصة كلها من البدايتها إلى نهايتها هي قصة الروح المطلقة فالحركة الجدلية لهذه الروح المطلقة هي تمثل قصة الروح المطلقة وفي الوقت نفسه هي أيضا تحكي سيرة العالم يعني عملية جدلية متواصلة إلى لحظة تحقق النهائية خامسا هيكل يرفض فكرة الخلق وفكرة أن هناك إله أزلي قام في لحظة ما بخلق العالم طبعا لا بد أن نشير إلى مسألة الفرق بين الروح اللامتناهية هيكل والمفهوم أو عقيدة الإله لدى المسلمين وهذا الفرق أن المسلمين يرون الإله بأنه إله متعالي خالق بينما الإله اللامتناهية الهيجلي هو روح كلية مطلقة كامنة تتجلى في الوجود نفسه وفي الوعي الإنساني أيضا وتتطور فيهما بطريقة جالكتكية أو جدلية أي أن هيكل ماذا يرى أن المتناهي هو واحدة من اللحظات الإلهية وليس بهذا يتعارب مع فكرة التنزيه الإسلامية أي أن المتناهي هو داخل الإلهية وفق الجدل الهيجلي وأيضا أنه النفي موجود داخل كامن في الوجود نفسه والوجود والعدم بالتالي موجودان في نسيج واحد وأيضا الانشقاق بينهما والصرع بينهما والاستلاب عمليات كامنة في المطلق ذاته وأيضا هذا يؤدي إلى أن الحياة هي جوهر الوجود وبن يجسدها طبعا الإنسان أيضا الموت المفارقة الموت قابأ في الحياة أيضا والتناهي والتناقض ومجرد صفات أو لحظات في هذا المتناهي باعتبار أن هذا المتناهي هو كل واحد يحتوي في داخله كل الأضداد أو كل المتعارضات أو المتقابلات سابعا أن الدين كان في أقدم أشكاله موجه نحو الطبيعة وهذه الأشياء الطبيعية مثل الضوء النباتات والحيوانات جرى تمثيلها بشكل إلهي وجرت عبادتها على هذا الأساس لكن بشارة تطورت وتحول الموضوع إلى عبادة الأشياء اليدوية التي يستعملها الإنسان وحلت محل الأشياء الطبيعية مع تطور الإنسان وتطور الروح أيضا تحول الموضوع وأصبح أصبح الاهتمام بالمجتمع البشري وهذا تمثل من خلال عبادة الدولة أو التجسيد الدولة بشكل إلهي وبما أن الروح هي التجل الدنيوي لروح هذا الإله فأن معرفتنا به هي نفسها طريقته في معرفة ذاته هنا الموضوع معقد كل جدا لا بد واحد يطلع على الجدلية الهيقلية حتى يستوأب فكرة هيكل بالكامل يختصر هيكل الموضوع ويقول ما معنى أن التاريخ هو قصة رحلة الإله وأن التاريخ هو في الحقيقة السيرة الذاتية التي كتبها الإله عن ذاته شكرا جزيلا وأتمنى أن أكون وصلتكم الفكرة بأفضل طريقة ممكنة رغم تعقيدها الشديد مع السلامة